أهلا بكم مجدداً إذن ضيفنا اليوم هو السيد جمال رحيم مستشار بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أهلا بك سيدي وشكراً على قبول الدعوة شكراً سيدي برسلا إذن سيدي كما لاحظنا في معرض الصحافة قبل قليل عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى مستويات قياسية 584 إصابة هنا في الجزائر وزارتكم هل لديها استراتيجية خاصة لتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي والطارئ؟ شكراً من أحمد رحيم لأن أمام هذا الوضع السائد في الجزائر على غرار باقي دول العالم قطاع التضامن الوطني والأسرة عنده مسؤولية تجاه الشرائح التي انذكرتها حالياً وهي المسنين، دور العجزة، دور الطفولة، مصالح الشعجة الاجتماعية هذه كلها تدخل في إطار محاربة ووضع استراتيجية للحد من انتشار الفيروس على المستوى المؤسسة التعامل لا يخفاكش أنه حالياً فيه 158 مؤسسة تشتغل بصفة دائمة تبع الوزارة التضامن الوطني، فيها مراكز يعادل التربية، فيها مراكز الطفولة، فيها مراكز المسنين، فيها مراكز الاجتماعي وكانت سيدة وزيرة التضامن الوطني المؤسسة بقضاء المرآة، تخذت بداية الانتشار انتشار الفيروس، جملة أو حزمة من التدابير وصلت إلى حد أنه في مراكز العجزة تمنع منعاً باتاً زيارات الخارجية ووضع استراتيجية للملاحظة من طرف الفيرق الموجودة الفيرق المتعدد التخصص الموجودة من أطباء، من أقصائي النفسانيين ومرافقة هذه الفئة ما شيء برك يعني الحجر الكلي ولكن متابعتهم عبر الأنشطة لتقدم يومياً وملاحظة أي طارق فيه بالاتصال مع القطاعات الوزرية الأخرى مثلاً موديلات الصحة لتكفل بأي طارق يحدث تخلي هذه المؤسسة الوضع حالياً مستقر هذه يعني من صلب مهام وزارة التضامن سواء في وقت الأزمات أو في أوقات الراحة يعني هنا العمل الاجتماعي دخل في إطار سياسة الدولة نعم طبعاً لهو يعني كل عمل في إطار النشطة الاجتماعي للدولة يعتبر عمل نقدر نقوله نصف تضامني ولكن يدخل في إطار صلب انشغالة القطاع هنا العمل تعني يومياً في إطار تكفل سواء بالشريح المختلفة الفئة الهج شاذة والإحتجاجات الخاصة العمل تعني دائماً مستمر لكن في هذه الأوينة يطرع طبعاً بعض التعليمات التي صدرت سواء المراصيم الرئاسية أو تعليمات سيد الوزير الأول وزير التضامن الوطني اخذت جملة من الإجراءات منها مثلاً في الإطار السعجال الاجتماعي الناس المحاربة ظهر تشرد لأنه هذه المتشردين ممكن أن يكونوا بؤر لنقل العدوى نعم سيدي سنتكلم هذا بالتفصيل هناك بعض الناس يقولون أن وزارة التضامن لم يظهر لها أثر في هذه الأزمة ويربطون عملها فقط بتقديم مساعدات غذائية ما ردكم على هذا؟ يعني هذا عموماً العمل التضامني هو عمل يدوم طول سنة يعني هنا الفرق تعالنا سواء الفرق تعال الخلية الجوارية سواء المؤسسات المتخصصة سواء في كل مجالات العمل التضامني فيه عمل يومي لكن الناس ربما تنتظر أن تشوف المساعدات لكن المساعدات هي موجودة يعني القوافل تنظم بصفة منتظمة وتمس كل الشرائح المحتاجة في المجتمع إضافة إلى التعليمات الأخيرة للسيد الرئيس الجمهورية فيما يخص التكفو بمناطق الضل فيه عمل قطاعي مشترك حضرنا له بصفة دقيقة من أجل الوصول إلى جميع مناطق الضل في ظرف قياسي في هذا الإطار أعتقد أنه أمس فقط انطلقت قافلة بالتنسيق مع بعض القطاعات الوزرية إلى ولاية ويرقلاو هي في كل ولاية تحت إشراف سيد ولي الولاية تنظم قافلة تضامنية لمناطق الضلل يعني من أجل التكفل كل ما يكون مواطن يحتاج إلى مساعدة سواء كما قال السيد الوزر الأول في الصحراء في أي منطقة الفرق تضامن الوطني توصل إلى هذا المعنى يعني هنا هي اليوم ما نقولهش باللي فيه ظرف خاص لأنه ما كانش الظرف طارئ لا فيه وضع خاص وضع خاص فيه مثلا بالنسبة للناس اللي فقدوا الوضع يفتحهم في القطاع الخاص هذه كنت رح نسأل عليها نعم هذه هنا يا تضاف إلى تضاف لأنه فيه رقم جديد الخالية الجوارية فيه يعني السيلول ديكوت الموجودة على المستوى مديريات النشطات الاجتماعي سواء في الولاية المنتذبة أو في الولاية الأم يعني فيه عمل من أجل الوصول إلى كل إنسان محتد مساعدة توصل له لأنه الخير موجود أكشفت الأسواق كل حاجة موجودة إذا ما كانش فيها ظرف طارع اللي لازم لنا نديره عملية تهويل هنا العمل تعنا في إطار التضمن الوطني يعتمد على مقاييس عمل ثابتة مثلا في الاستعجال الاجتماعي كل يوم الفرقة تعنا موجودة فيها فرقة متعددة تخصوصات مع مختلف القطاعات ما سوى الحمال المدنية مديرة الصحة حتى الناس المرضى العقلية اللي هم موجودين حال يمشور يتم تكفل بهم يعني لقم ما يتكفل بهم كيف تكفل بهم تديه باش تحطوه في برك تديه عن طريق استحمام تغيير الملابس تاعه إجراء الفحص الطيبي وكذلك وضعه في حالة حجر لمدة معينة حتى نشوفه إذا كان ما ظهرش فيه إذا كان فيه مثلا ما ظهرش فيه العارة يمكن إخلاء سبيله ولا توجيهه على حسب الحالة لأنه في حالات اللي يكون في حالة تشرد ولا في حالة فقدان يعود يولي للأسرة وبعد ما نعرفه بالليل حالة سليمة ولكن إذا كان فيه ظهر فيه مرض ولا يتم تكفل بيه صحيح هل من أرقام يعني عدد الأشخاص متكفل بهم في هذا الإطار والله الحالي أن الحصيلة اللي عندنا إلى غاية 25 مارس تكفلناه من حول 426 حالة لكن الجديد في هذه الحالة هو أنه مصالح الاستعجال الاجتماعي صبحت شد الحالات مقبل كان سيتيان ترونزيت يعني ندوا الحالات نتكفلوا بيها ندرهم دياجنوستيك ندرهم مرافيش تحهم ونحاولوا يعني مجهود إضافي من أجل التغذية من أجل التكفل بهذا الناس في إطار الاستعجال الاجتماعي نعم هذا فيما يخص هذه الأشخاص دون مأوى ملعا كبار السل هي فئة تحظى باهتمام كبير لدى وزارتكم ومن جهة أخرى هي المعارضة أكثر للإصابة بالفيروس هل هناك برنامج خاص للعناية بهذه الفئة؟ على هذه هنا القرار للتأخذ بالنسبة للمؤسسات الأخرى فيه مثلا دار طفولة فيه ممكن زيارة لكن بالنسبة لهذه الفئة فيه الحساسة دول موسيني حساسة دول موسيني لأنه نعرف باليشخ الموسين يديفلوف دي ما عنده أمراض مزمينة يعني منعت الزيارات الخارجية من عن بات تحت أي طائلة وفيه الفرقة الموجودة تعمل على مش هي برك من أجل حجر الناس لكن من أجل كذلك العمل معهم يوميا في إطار برامج الموجودة فيه برامج ترباوية فيه برامج ترفيهية فيه أكيبيسي ماشي نخليه يوميا لكن العمل موجود ورغم أنه فيه كثير من العمال يعني حبذوا الباقاء في مراسل عاملهم من أجل هذه الشريح إذن يتم اليوم التكفل عبر مختلف المؤسسات تعنا وفيه متابعة يومية من طرف سيدة وزير التضامن الوطني والأسرة لما يحدث في جميع المؤسسات يوميا عن طريق الخالية المنصبة لهذه الغارة في إطار فيه وزارة التضامن الوطني والرقم الأخضر 25-27 موجود من أجل لأن المجتمع اليوم هذه ليست قضية التضامن الوطني فقط قضية قطاعات يعني كل المجتمع معني بهذه الضحية من أجل الوقوف يعني حتى الحجر الجزئي والحجر الكلي لازم له يعني التطبيق التطبيق صارم هنا نشوفه باللي نحاوله أننا يعني يدخل هناك وعي بالنسبة للمواطن على أسس أنه يمكن أنه يكون حامل للفيروس هذا والعليه أنه يتحمل المسؤوليته دجاه المجتمع إذن لازم الحجر يكون الحجر يعني كامل والناس ما تخرج إلا لظرفين طارئ نعم يعني بيخص دور المسنين كذلك قمتم بتعقيم هذا الدور يعني كما شفنا باب الزور قبل يومين بتتنسيق مع مديري هي كانت سيدة الوزيرة خرجت في زيارة ميدانية عملية من أجل الوقوف على ما يحدث في المؤسسات وعطت تعليمات ضرورية من أجل هو مثلا التطهير يومي والتعقيم أسبوعي يعني في كل يوم يعني التطهير التطهير للأماكن يوميا والتطعيم فيه فرق متخصصة سواء فرق عن طريق الخارجية أو ما تم الحصول عليه في مؤسساتنا في مؤسسات أستي دوتي ماتنون دومويا باش يديروا التطهير يعني الصباح يديروا التطهير يوميا للأماكن اللي يعتدى خاصة من الليصان المراحض المراقب التعناس المطاعم كلها تعقم يوميا يعني فيه فرقة صاهرة يوميا من أجل سلامة المقيمين على المسؤول المؤسسة نعم جيد جدا هناك يعني أمر آخر يعني قامت به وزارة التضمن وهي مشكورة أنه رفقة كبار السين أو المتقاعدين في مركز البارد هذا الأمر أمر جديد أمر جديد لأنه بحكم أننا في اتصال دائم مع شريح مختلفة للمجتمع بحكم أنه الخالية الجوارية الموجودة واللي عددها يعني حوالي ميتين وستين خالية جوارية موجودة يعني فيه كبار سن موجودين عندنا حتى في المؤسسات واللي يتقاضوا منح يعني ما قدرواش نخلوا هذا الناس ما يتقاضواش منح تحون فيه مرافقة لهذه العملية وكذلك فيه إجراء التأخذة سيدة الوزيرة هو أنه دفع المنح عن مستوى مراكز البارد ما يكونش في كل نهاية شهر توقف العملية الحسابية لا مددت من أجل السمح يعني باش ما يكونش فيه اكتظاظ على المستوى المكاتب وتكون فيه إرياحية بهذه الناس للحصول على المستحقة التحون في أي وقت يشاءون فيه يعني فرق موضوعة حتى باش يروحوا يخلصوا لهم يعني هذا عمل يقوم به يوميا الخالية الجوارية حتى من ناحية التعاقي من ناحية التحسيس حتى بالنسبة وكالة الوطنية للقرد المصغر قامت بعملية تحسيس في إطار هذا العمل تعم حاربة المحاربة فيروس كورونا بالنسبة للشابكة الموجودة عندهم شابكة داخلية لفيها مختلف المستفيدين من مختلف مينح قامت ب قامت يعني بخطاب فيما يخص للإجراءات اللي لازم يتحلوا بها الناس في إطار مكافحة نعم في هذا السياق كذلك كان هناك عدة مؤسسات أو شباب مستفيدين من القرد المصغر التجهيزة نتاهم خاصة في مواد التنظيف والتعقيم شركة الخاصة بهذا يعني هو الباب اليوم الباب مفتوح أمام المجتمع طبع ولازم فيه معلية تنظيم عملية تنظيم سواء المساعدات التضامنية تمر عبر عبر مدير النشاط الاجتماعي وتضامن الولايات اللي عندهم يعني كل الإحصائيات اللازمة وعندهم كل يعني حتى التعداد والأماكن الموجودة يعني كل إنسان اللي يبغي يساهم في هذه العملية فيه تحت إشراف السادة والولايات الولايات فيه عمل منظم يقام من أجل إيصال المساعدات إلى مستحقها في الأجال بس ما يكون سويا تضارب كذلك لأنه بما أنه حتى فيها أكتوف حتى بالنسبة لما يحدث اليوم على المستوى الساحة ونشوفوه باللي فيها عملية غش فيها عملية مضاربة مضاربة في المواد الغذائية رغم أنه الظرف الظرف صعب جدا واللي يطلب منه أننا نقف يعني هبات يعني رجل واحد من أجل التصدي لهذه الظاهرة نبقى دوما في إطار المساعدات هل يعني ممكن تقدمنا أرقام أو يعني كم ونوع المساعدات اللي راكم تقدموها عبر الولايات شوف هو المساعدات نحصلها لك اليوم لا يعني بصفة العدد نقدر نعطي لك مثلا يعني مثلا على المستوى ولاية وهران فيه الإعانة التي قدمت في هذا الأوين الأخير مست 705 عائلة من جهة إلى جانب 170 عائلة أخرى يعني شوف العدد قريب يوصل حوالي 900 مساعدات قدمت للعائلات كذلك بالنسبة على المساعدة بومردس على المساعدة ذات قاسنطينا فيه مساعدة قدمت لحوالي 550 فيه ما يقام على المستوى الشاليهات وولاية بومردس كذلك فيه يعني فيه ظاهرة عويزاز فيه المدالية توجه المساعدات حتى الفلشالي يعني حتى الشاليهات موجودة فيه مثلا على المستوى وولاية بيجاية فيه على المستوى وولاية سطيف وولاية الشلف يعني العمل ما هو عمل اللي نقدرون لحصروه هو عمل يومي على حسب المتطلبات اللي تظهر الفونت صوليداريتي عندنا يعني الحساب التضامن الخاص اللي يسمح المداري النصر الاجتماعي بس تكون عندهم مورونة في التعامل مع كل مستجد نعم هذه المساعدات مادية ولا يعني مساعدات مالية مالية هي المساعدات تقدم عن طريق سواء أجهزة طبية أجهزة سمعية جهزة المساعدة كارسي المتحركة المعاقين إلى جانب المواد الغذائية الأقطية الأفريشة يعني في كل ما عنده جانب يعني كيفاش نلبه طالب تعالى العائلة الموجودة لما توجد عائلة محتاجة في مختلف هذا النواحي للجنة المنصابة تحدد تحدد الاحتياجات وتقوم بالتلبية سيدي هناك فئة وحدة أخرى مهمة جدا وهما ذوي الاحتياجات الخاصة هل بني برنامج خاص في هذا الظرف الطريق مثلا من أجل الحصر لمنحنتهم من أجل تكفل بهم صحيا شوف هي علا عطية تعليمات من أجل تمديد الاستفادة من المنح لأنه من حصرهم لأنه من قبل المنحة هذه شهرية إذا كان فات مثلا 30 من الشهر لما يوصل 30 يدير القابض القابضة على الحساب يدير عملية محاسبتية ويعاون لكن اليوم المنحة هذه موجودة على مستوى القباضات ليقدر المعاق في أي وقت يروح يدل الاستفادة وإذا كان فيه مانع يقدر على مستوى يعني يشوف المساعدة يعني يحتاطوا لهم يدير تفويض لإنسان ما باش يقدر حتى يجي المدير الاجتماعي يقدر يتصل فيه خلية موجودة التي تقدر تكفله بالانشغال سيدي هناك حالة الحجر سواء كل أو جزء في الولايات يعني هل كان عائلات كثيرة يعني فئتها عائلات معوزة ما تقدرش تخرج من المنازل ربما يغيب النقل للحجر كما في ولاية البوليدة يعني كيف رح تكفله بهذه الفئات هو في هذا الوضع هذا وضع خاص بوليات البوليدة فيها وضع خاص يعني لازم آليات آليات تحديد مثلا مع احتمال اللي جالحية عندها دور يعني لازم نديروا شابكة شابكة دعم لتقدر توصل لأنه في حجر كل على هذا الأماكن يعني لازم نحد المجتمع المدني لأن المجتمع المدني ساهم بصيفة فعالة في إطار المساعدة لكن المساعدة لازم تكون في إطار خالية ولائية اللي يرأس سيد والي الولاية واللي يكون فيها تحديد الاحتياجات بذيقة لأن الخير موجود السلع موجودة والسوق يعني الممون بطريقة عادية أن الفرق تعنا لها موجودة عن طريق الممثل مدير النشط الاجتماعي والتضامن للولاية عندهم الأليات وعندهم كل ميكانيزمات لتمكنهم أنهم يوصلوا المساعدة للمسحقيها في الأجل في الوقت المناسب نعم سيدي ما هي القطاعات التي رأكم تتعملوا معهم يعني بالتنسيق معهم حاليا العمل تعنا فيه مع وزارة الفلاحة من أجل المساعدة الغذائية فيه مع مدير الصحة من أجل التكفر الصحي فيه مع وزارة البيئة يعني كل القطاعات التي عندها علاقة بالعمل التضامني وزارة شؤون دينية حتى من أجل تحديد المساعدات العينية والمساعدات المالية لأنه فيه حاليا تفكير من أجل خلق في إطار القانوني بش تكون لليونة وتكون مورونة في التعامل الحاجة اللي لازم تظهر لازم يكون عندنا الآليات اللازمة من أجل التكفر بها نعم هذا الحديث كان عن الأمور المادية والأمور المالية ماذا عن الوقاية والتحسيس وزارتكم هل تهتم بهذا الجانب لا شوف الخلق الجوارية حاليا السيون يوميا يوميا تجوب ربوع الوطن وراه موجودة من أجل التحسيس بضرورة الالتزام البيوت لأن لما تلتزم بالبيت تاك أنك تلتزم بعدم النشر يعني تكون فيها الحلقات تكون فيها قطع السيسال لأنه الحلقة العدوى والا يعني الخلية الجوارية موجودة تعمل يوميا مديرية النصر الاجتماعية يعملوا يوميا في مختلفين معامل مؤسسة التعنام على القطاعات الوزارية الأخرى من أجل بلوارة سياسة تضامونية وقائية التي تمكننا من الخروج في أقرب وقت ممكن من هذا الوباء اللي راح مصنع إن شاء الله يعني هي وقاية خير من العيش كما يوقع لكن يعني شوفوا بعض التصرفات من بعض الناس مثلا كبار في السن نشاهدون في حدائق أمومية خاصة في الأحياء الداخلية يعني الأحياء الصغيرة بشي في الأحياء الكبرى ولا في وسط العاصمة مش تقدر تعطي لهم نصيحة هو هو دور المجتمع دور المجتمع المدني في الجمعيات الناشطة في الميدان دور الشباب يعني كل الناس معنيين بقضية توعية الناس بضرورة الحجر سواء يكون جزئي ولا شامل هذه تبقى يعني تبقى يعني لدى السلطات العمومية هي اللي عندها سلطة التقدير ولكن بالنسبة لكل مواطن ملزم أنه يطبق هذه التعليمات بدون يعني هو المواطن شكرا يعني أي إنسان كي الناس اللي كانوا في الحجر يخرج يوم يحتك مع إنسان المريض يعود يجي الضار يجيب العدوى لداره إذن علينا أننا حتى ونخرجوا للضرور القصوى الالتزام بالإجراءات اللي لازم نديرها هو أنه الإنسان لازم يدخل بيتاعة ويطهر اللي بستاعة لا يعود يخسر يديه قبل ما يكون عنده أي يعني تواصل مع أفراد عائلته نعم سيدنا غلقوا ملف التاكورونا والذي إن شاء الله يكون أزمة مؤقتة وتزول إن شاء الله نتحت على جديد قطاع التضامن الوطني في شتى المجالات يعني والله يشوف هنا مع المستدجدات الحالية مع تطور المجتمع نحاول أنه العمل التضامني حتى في أطار الكفالة أنه الأنماط تتغير هنا مشينا كثير في ما يسمى بالحماية الاجتماعية على حساب التنمية الاجتماعية اليوم لازم نروح لمصطلح التنمية الاجتماعية الحقيقية في المجتمع لأنه التنمية الاجتماعية هي الكافيلة بإخراج الإنسان المحتاج من وضع هش إلى وضع عادي إذن هنا تفكيرنا منصب في إيجاد الآلية الجديدة سواء لأنه حتى المصطلح للجديد العمل عن بعد العمل بالبيت يعني فيه أشياء جديدة ظهرت اللي لازم نكيفوها مع المنظومة تعنا من أجل نسيروا ما يحدث في بلدان العالم المتقدم حاليا نعم تحدثت عن نقطة مهمة هي العمل عن بعد يعني في موظفية يعني أكيد تكونوا نقصوا يعني عدد الموظفين هنا نقصنا يعني نقصنا صبح بقا وغير الإطارات يعني اللي لازم وجودها في الوزارة اللي لازم يعني أساسي اللي بقا لكن هنا الإجراء اللي صدر سيدة الرئيسي الجمهورية مطبق على المستوى القطاع الوزاري رغم أنه فيه مؤسسات اللي تشتغل يعني 24 إلى 24 تلتزم بالحد يعني لازم لضامان سيرورة العمل التضامني قبل ما ننتقلوا إلى موضوع آخر نسقسك سؤال شخصي يعني كيف تتعامل أنت مع الحجر المنزلي في هذا الظرف طارق يعني والله هنا ينجو صباح اللي عملتنا ندخلوا المكاتبنا نقوموا بالعمل اللي يوميا لما الخجروا مباشرة نروحوا للبيوت تعنا ونبقى وإلى غاية الغدوة من ذاك نعابدون نفس الشي يعني روتيني من أجل حماية حماية أنفسنا وحماية وغيرين لقصدنا طبعا سيدي ماذا عن شهر رمضان لم يبقى لوش حوالي 28 يوم هل هناك برنامج خاص لوزارة التضامن والله هنا شوف بالنسبة هنا هذه ما هيش عملية جديدة اللي حنقوموا بها طبعا عملية رمضان صفحت عملية روتينية فيها كانت مقبل كانت خفاة رمضان اليوم راحت إلى إلى توزيع مبالغ مالية للناس اللي يكونون محصيين في هذا السنة ربما لفيشي ناصونا للايتي روفي نعم في إعادة ناظر في البطاقية البطانية بالنسبة للمستفيدين هنا مساهمة القطاع دائما ثابتة في هذا المعنى فيه مؤسساتنا فيه مطاعم الرحمة التي تفتح في تأطيرها متابعتها يوميا إن شاء الله بارك نتمنى وبإذن الله أنه شهر رمضان المبارك إن شاء الله يدخل علينا بالخير وبركات ويكون فيروس كورونا إن شاء الله قضينا عليه وقفنا الانتشار حكذاك نضمن إن شاء الله أنه العمل تضامني تعني والعمل تضامني يعني يجري في ظروف حسنا إن شاء الله يعني ربما راح يكون رمضان هذا السنة رمضان خاص يعني خاصة أنه انتشار الفيروس قبل رمضان بأيين فقط ربما حتى الفئة اللي راح تتلقى المساعدات راح تتوسع كيف شاء الله راح تتعمله مع هذا الظرف يعني الطارئ هو شوف أنت تقول الظرف طارئ الظرف طارئ يتلزم إجراءات طارئة مخاصة الظرف استثنائي الظرف استثنائي هذا يخلي كامل شريح المجتمع راح يلتفوا مثلا اليوم ما يجري في ولاية البوليدة ما هو إلا دليل على عينة شوف كل الولايات اهتمامها منصب كيفية مساعدة مواطنين على المساولات البوليدة نظن أنه المجتمع الجزائري في المحن وفي الشدائد يكون دايما يهب هبت رجلين واحد إن شاء الله حتى في العمل تعنا إن شاء الله التضامني بالنسبة لشهر رمضان بالنسبة حتى للفئات اللي ضرت ربما حتى فيها آليات ربما نتكلم عليها السيد الوزير الأول اللي راح تكون يعني يعني مطبقة بصيفة بصيفة جيدة اللي حتى تمس عن طريق حتى التعليمات اللي مدتها سيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة في هذا المجال إحصاء هذه الفئات من أجل مساعدتها وتقديم المساعدة اللي زمالة نعم هذا على الإحصاء هل هناك خطة لإحصاء المناطق الظل المناطق المزولة المناطق الظل للعمل لا يجري فيها إلى أين وصل يعني يعني إذا كان اليوم حضرنا القوافل فيه صافتين أنه العمل العمل الأول فيه قاعدة بيانات وإن شاء الله نمشو عليها وإن شاء الله يكون العمل متكامل ما يكونش عمل ظرفي لأنه الهدف في إطار المناطق الظل هو الكيفية لإخراج المناطق الظل إلى بس تصبح منطقة عادية عن طريق خلق فرص تشغيل نشاطات اقتصادية تنظيم يعني حتى تنظيم المجتمع الداخل إنشاء مثلا إنشاء مؤسسات التي تقوم مثلا التي تجمع ما ينتج لأنه الفلسفة فلسفة أخرى ليس فلسفة تعد الفلسفة أنك تخدم يوم لا والعمل طول سنة في إطار إيجاد كل تحضير الميكانيزمات الضرورية من أجل الرقي وتغيير المعاشي اليوم لهذا المواطن نعم هنا تحدث نقطة مهمة جدا وهي النشاطات الأسرية الاقتصاد الأسري كما اسمها الوزير الأول في مردمة جامعة للحكومة هل هناك خطة لدعم مثل هذه النشاطات الصناعة التقليدية الحيرف النشاطات الخاصة بالمرأة الماكثة بالبيت بما أن وزارة مكلفة بقضايا المرأة هنا هذا العمل ما بدناش اليوم حاليا ركزنا أكثر على الإنتاج المنزلي والمرأة الماكثة بالبيت لأنه فيها في الصندوق الخاص للتظام الوطني فيها بند لمساعدة المرأة الماكثة بالبيت يعني توفير الأدوات ضرورية لإنتاج مساعدتها في تسويق مع لونجام كذلك مع ويكات القرد المصغر لتقدم قروض نسموها قروض السعادة في كثير من الأحيان لأنه هذا القرد الصغير ليمكن عائلة كثيرة أنها تخرج لميدان لإنتاج وتغير المعاشية تاحا وترفع مستوى المعاشية تاحا إذن هو الأهم في كل حاجة هو أنه الإنسان تكون عنده قابلية التغيير لما نوجد هنا الناس اللي عندها هذه الإرادة أنها تعمل بمساعدتها وبالتكفل بالاحتياجات تاحا وتوفير الألية الضرورية نقدر نخرج هذا الناس إلى مستوى من شيء مضمع شكرا سيد جمال رحيم شكرا على هذه المعلومات القيمة وشكرا على الدور الجبار الذي تقومون به إلى هنا نأتي إلى نهاية الحصة شكرا سيدي إذن نهاية الحصة اليوم لقاء يتجدد بكم في مواعد لاحقة والسلام عليكم